موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد درس اليوم تصريف الفعل اشترا هذا الفعل ينتمي الى افعال المجموعة الاولى في اللغة الفرنسية واليوم ان شاء الله سوف نرى استعماله في مجموعة من الازمينة مع امتلا تصريف الفعل اشترا في زمن الحادر جاشت تياشت يل ال اشت نوز اشتون يل ال اشت جاشت بمعنى انا اشتري الان في الحادر تياشت انت تشتري او انت تشترينا الاشت هو يشتري الاشت هي تشتري نوزاشتون نحنو نشتري فوزاشت انتم تشترونا يل زاشت هم يشترونا يل زاشت هن يشترينا بالنسبة لجاشت كما تلاحضون كتبنا جي apostrophe لماذا؟ لأن الفعل اشتري لفعل اشتري لفعل اشتري يبدأ بفويل لفعل اشتري لهذا حدفنا او ديالجو ووضعنا اشتري اذا لفعل اشتري او ترس جاشت تياشت يل ال اشت نوز اشتون لفعل اشتري يل ال اشت جاشت بمعنى ساشتري ليس الان لكن في المستقبل تياشترا انتا ستشتري او انتي ستشترين ال اشتر ال اشتر هو سيشتري ال اشتر هي ستشتري نوز اشترون نحنو سنشتري وز اشتري انتم ستشترون ال اشتر 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 انتا ستشتري نوز اشتري ال اشتر ال اشتر اشتر او ال او اشتر او ال اشتر زايد le participe passé du verbe بنسبة le verbe achoter فهو يصرف مع الفعل المسايد اوار ادن اول شي نداع le verbe avoir au présent جي, tu as il, ela, nous avons vous avez, il, elles ثم نداع le participe passé du verbe achoter ونقرأ كما تلاحظون le participe passé لا يتغير عندما يصرف مع الفعل المسايد اوار جي أشوتي بمعنى انا اشتريت في الماضي ليس الان جي أشوتي اشتريت تي أشوتي انت اشتريت او انت اشتريت الى أشوتي هو اشتر الى أشوتي هي اشترت نوزاون زاشوتي نحن اشترينا vous avez أشوتي انتم اشتريتم ils ont تشوتي هم اشتروا elles ont تشوتي هن اشترينا والآن سوف نمر الى تصريف الفعل اشترا في زمن الماضي الناقص le verb اشتري الان الان parfait جاشوتي تي يشتري إل الاشوتي نوزا شتيو vous اشتي إل الآ شتي جاشوتي كنت اشتري في الماضي ايضا تي يشتري انت كنت تشتري او انت كنت تشترينا إل اشوتي هو كان يشتري الاشوتي هي كان تشتري نوزا شتيو نحن كنا نشتري في زاشوتي انتم كنتم تشترون إي زاشوتي هم كانوا يشترون والآن سوف نرى تصريف الفعل اشتري في صيغة الامر لذغب اشتري الامبراطيف اشت 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 بمعنى اشتري نقولها للمذكر وايضا للمؤنت اشت فلنشتري نحن اشت اشتروا انتم سنحاول ان نستعمل نفس الجملة في جميع هذه الازملة التي رأيناها الآن لفهم الدرس جيدا ونبدأ بالجملة الاولى جشت مي فورنتر سكولير جشت هنا الفعل اشت مصرف ومعنى جشت ان الان اشتري الوازم المدرسية تاني جملة جشت ري مي فورنتر سكولير هنا لفهم اشت اشت مصرف بمعنى كنت اشتري لوازم المدرسية لذرب اشت هنا مصرف في زمن الماضي الناقص الان بارفة اذا جشت بمعنى انا اشتري الان جشت سأشتري في المستقبل جشت اشتري جشت كنت اشتري